بقى أولاً خلونا نرحب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أهلاً بك مولانا وكل سنة وحضرتك طيب بارك الله فيكم وبلغنا الله رمضان وأعاده الله على الجميع بخير وسلام بقى إحنا كنا لسه أنا هتكلم وقولك مولانا عايزين نتكلم عن الأم فقلت لي أنا قبل ما ننطق قلت لي أنا عايز أتكلم عن الأم الأول الأم وكيف وصى عليها وبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أوصى بالزوجات وبالبنات وبالقوارير أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمداً رسول الله وآله وصحبه ومن ولا واتبعه دا وبعد فبادئ زيبد مصر أنجبت العظيمات من حرائر النساء يعني حينما نرجع إلى التاريخ ما قبل الميلاد وما كان في العصر المصري القديم طبعاً حس بشوت ونفر تاري وإلى آخر من الملكات العظيمات إلى أن نأتي إلى السيدة هاجر المصرية أم سيدنا إسماعيل عليه السلام أم العرب وهي التي جعلت أن المصرين أخوالاً للعرب صحيح ونأتي أيضاً إلى ستنا أم موسى يكابذ طبعاً التي قص الله علينا قصصها في سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي ثم إلى أم سيدنا المسيح ستنا مريم العذراء عليها السلام ورضي الله عنها وطبعاً شرفت مصر بإقامة ثلاثة سنوات وبضعة أشهر ستنا العذراء بنور نعم عليها السلام ثم بطبيعة الحال أن ستنا مارية القبطية إحدى زوجات النبي سنصلهم وأنجب منها سيدنا إبراهيم بن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهنا التلاحم المصر الغريب أن إبراهيم بن النبي محمد خالوا شمعون القبط المسيحي من هنا مصر ولادة للعظيمات